هذا وأكد مصدر في الإطار التنسقي أن الحوادث قرب الحدود العراقية السورية ستزيد أسمة الثقة بين حكومة السوداني والولايات المتحدة وقال المصدر أن الفصائل المعروفة ملتزمة بقرار الهدنة لكن هذا لا يمنع أن هناك فصائل أكثر ارتباطاً بإيران لا تتبع أوامر الحكومة أو الإطار وهو ما قد يعيق تعهدات السوداني بإخراج الفصائل من المدن التي كانت تحت سيطرة داعش الإرهابي وأضف أن ما يعرف بفصائل المقاومة فوضت السوداني بتحسين صورتها لدى الولايات المتحدة مقابل التعاخد بإيقاف الهجمات إلى جانب دفع بعض أطراف الإطار للتقرب من واشنطن عبر تأييد بقاء القوات الأمريكية للاستشارة والتدريب